موسيقى من عرض يومي أو الليلة أو ساعتين قلنا نديروا أسبوع للقفطان كتنضموا مجلة أسرة المغربية كترقسوا الأستاذة منال شوقي وأناس شوقي القفطان كل شيء يعرف بأنه هو سافير المغرب كزي لأنه ما يمكنش تشوفه في شي دولة سيدة لبسها قفطان في أي دولة في العالم وما تقوليش هذا جاية من المغرب أو لهذا زي هذا جاية من المغرب طبعا أنت هما كل شيء ولو كيلبسوا القفطان دولة العربية والشرقية وأمريكية وكل شيء وكيف تاخروا باللباس ديالنا فلهذا قلنا علش ما نديروش أسبوع للقفطان ونحتفلوا به ونحتفلوا مع حباب كاملين به أكيد مبرمج لأن الرابع والرابع هو كيكونوا الناس ديجة دارهم البرد وديما ديك اللباس هذا على الرابع كيكونوا اللوان بلو فخاش بلو فاشن طبعا معنا كين بأن هذا مهرجان للقفطان يعني مهرجان للفيلم أو 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 بل هادر تأينا أن يكونوا معنا مصممين مغاربة طبعا أكيد كبار ومبتدئين حتى هما لأننا بغينا نطلعوا حتى المبتدئين ما بقوش دي ما يبانوا طبعا كلا الكبارة هم ناجحين تخيب يانسي ماني فيك اللي يكمل بخير ما بغينا حتى الصغار حتى هما يطلعوا حتى ما يبينوا الإبداعات ديالهم تعطالهم فرص معنا مصممين أجانب معنا من ميسر هاني البحيري طبعا معروف معنا من الدول بزاف معنا من تونس معنا من كندا من فلسطين كين مصممين من الدول كاملين غير سمعوا المهرجان طبعا أعجبتهم الأسماء المغربية معنا بوشيخي معنا بوشيخي معنا روميو معنا بلغازي كثير من الأسماء أسمحوا لي لما تذكرتش أسماء بزال لنا لمسة بأن كيف قلت لك الربيع لنا لمسة الفراشات يعني الألوان ماشي ضروري للمسة تكون كفراشة ولكن يكون فيها شيء من لمسة الفراشات ياب الألوان ياب خلينا كرياسيون تخرج خلينا بغينا الإبداع يبان من عند المصممين شعور نقول لك هي ما كاناش صدفة في الحياة طبعا نربيك يبرج منجلنا حياتنا كاملة من أتا الزيد كل شيء مكتوب في اللوح هو دونكين من صغر وأنا جدي الله يرحمه مسكين كان هو من أوائل ديالنس ديالبرشمان كتعرفوا البرشمان كان من زمان الزمان هو كان من الأوائل ديالوم وكانت تصوب بمالدو شوز في نطاق الأسرة ماما احتهية وأنا من صغر كنت كنشوف العائلة كاملة الجو العائلي كله فهذا من صغر كنت كنبغي نتعلم دائما ماما يسوا الإفلام والشخص ما يمشون فأنا كنت كتبت اخرج من مكان منذ عطلات الصيف وكانت أخرج من الأعطلات الصيف فأنا كنت كبارت قلت بكوابا ما تخصش وحتى بقيت رأسي دخلت في عالم كل شيء شجعني لا العائلة ولا الأصدقاء كل شيء قال لي تبارك الله عندك لدان وعندك بكوابا ومسيرة أنا من أب فاسي وأم شمالية. الله يبرك فيك. في فندي كيبداع، فش كن بغي نبداع، أنا ما بريتش طرات المغربي يتنسى، ما بريتش الترز الفاسي يتنسى، ما بريتش التوسكية داكشي ديال الزمان، ما بريتش يبريتو دائما يبقى. بيانسور، ندوى مودرنزي الكافتان، ماشي عيب علاش باش ليجان يلبسوه، بس كو إلما دخلناش شوية ديال العصرانة في اللباس المغربي، ليجان غاراك عالفة، ليجان كلهم غادي يمشيوا للغوب والفاساتين صهارات ودكشي اللي كيندابة في الأسواق، إحنا بغينا ليجان أوسي يلبسوا ليكافتان ويبقوا غاديين في الكافتان، بلما نتخلوا على اللمسة تقليدية ديالنا، وهذا اللباس ديالي ستلقى تقليدي، ستلقى العصري، ولكن العصري دائما ندخل فيه لمسات تقليدية، يفترز، 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 طبعا غادي يكون ستيام ديال المهرجان، صفديغ ما خصش يوم ما يكون كيشبه اليوم طبعا أكيد، وهذا هو الفن هذا المهرجان إن شاء الله، عدنا يوم للنقافات والزيانات، غادي يظهر لنا لباس العروس، وعدنا معرض للباس القفطان القديم، غادي يكون كل نهار كيتميز بطلة ديال شي شي مدينة، مثلا زي الشمالي، زي الفاسي، زي اليهودي، زي الاخيري، ولي بوديوم حتى هما كل نهار عدنا بوديوم فشكل، باش نديرو إبداع القفطان وإبداع الدكوراسيون حتى إياه إن شاء الله، غادي ليمانكا غادي تبارزو على واحد لقب ديال طوب موديل، اللي غادي تكون غادي تختاروا واحد لجنة ديال تحكيم مغربية ودولية، غادي تكونوا من مصر ومن فلسطين وطبعا والمغرب، غادي تكونوا تكريمات إن شاء الله، غادي يكرموا الناس فنانة ودى السيليست، غادي يكونوا عندنا ورش للإعلام، غادي يكونوا ندوات، وغادي يكونوا استجوابات مع المصممين، ومع باش يكون دكشي بلو دونو، وفي النهاية كنرحب بالجامع، وللحصول على التذاكر، ممكنكم الاتصال بمجلة أوسرة المغربية، 05-22-34-34-71، طبعاً كنشكر كل المتتبعين، وكنشكر الناس اللي استادفونا، ومرحبا بكم كاملين في المهرجان ديالنا، المهرجان القفطان، أسبوع للقفطان، الذي سيكون بتاريخ من 13 أبريل إلى 18 أبريل، غادي يكونوا معنا فنانين كتار، طبعاً غادي يحيونا الصهارات، ومبديعين كتار، معنا كين حتى الستونت عندنا في هذا، باش يكون مهرجاً تميز، ولو والناس كاملين يكونوا مرحبا بهم، طبعاً من الصباح حتى المساء. لالا مولاتي، مرحبا بك في الموقع اللي دائماً كيجيب لك الجديد، ومعاه غير بك ليك، حداقتك وأناقتك غا تزيد، شكراً للمشاهدة